بما نحن بداية اسبوع جديد دايماً بيبقى البداية بعد نهاية الاسبوع في حب نهاية الاسبوع ناس كتير جداً بتحب الاجازات عندي حد منها عكسي بحشقها يا رب اه بحشق اي حاجة انا بالنسبة لي الاجازات شيء رأى ومش بعم فيها اي حاجة يعني ماولكش بسافر لا الاحساس انك صاح الصبح قاعد 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 مافهمش حاجة دي رأى لا يعني دي الواحد ممكن يعملها مرة في الاسبوع لكن انا بالنسبة لي اللي هو صعب جديد مرة في الاسبوع احنا مناخد في الاسبوع والويكيند احنا هدين في الاسبوع يوم كمان كمان جنب الويكيند غير الويكيند اه هو بما ان انا ما عنديش اجازات يا بقى فتميم يعني مضاش بالاضافة للاجازة اجازة كمان اه اه اجينيها عاصة المهم بقى فيه دعوات كتير جدا بتأكد ان الاجازة دي مهمة جدا جدا لان هي بتعمل زيادة في الانتاجية وبتحفز الموظفين شفتي واتنشط قدرتهم شفتي دول الموظفين دول الموظفين المريحين لا اخديني انا مثلا انا موظفة برد للابداع لصفاء الدماغ يعني للاي حق يعني الاحساس بان انت عندك يوم زيادة ده نعمة اللي كرحها يعمل والله والشغل برضو حاجة حلوة ما قلناش حاجة انا قلنا والله يسوس يعني بصي هو فكرة مع ضغوطات الحياة كل ما قللنا الشغل كل ما كتير لا 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 الاجازات كده عمال على بطال او حب الاجازات او يا سلام على يوم الاجازة ويا سلام كذا كذا اعتقد ان دي مش حاجة صح احنا بنكلم في ان الدولة زي دولة الامارات كده مثلا اخدت قرار بسط المجتمع الاماراتي عموما اعتقد ان ده هيطبق في الخليج كلها ايه بقى هم قالوا احنا نشتغل اربع تيام في الاسبوع وناخد هم يقفوا لغاية تيام الخميس لا هم عندهم تلت ايام اجازة جمعة سبت حد ويشتغلوا اتنين تلات اربع خميس هم بشتغلوا الجمعة لا يا باب الجمعة نص يوم ما بقاش اجازة نص يوم لا في شغل الجمعة لغاية ساعة واحدة يعني قبل الصلاة طب انا بس عايز اقولك على حاجة النظام في الامارات غير النظام في مصر احنا في مصر الطبيع بتاعنا ان احنا بنشتغلش يعني الطبيع بتاعنا ان احنا بنشتغل احنا عايشين مود الاجازة وعايشين اجازة كده مع نفسنا لكن لو احنا بنشتغل بنفس الطريقة وبنفس الانضباط وبنفس ساعات العمل في الامارات زي الامارات ايو ما هو ده اللي اعطى تدخل اقوله هي عمل وتجربة التجربة دي اتعملت ليه لها هذه المنطقة الناس بتشتغل صح يعني بتشتغل بجد تنزل تشتغل بتشتغل بتخلص الدوام بتاعها وتخلص واثناء الشغل بتعمل كل اللي عليها فتم تطبيق النظام ده انهما ممكن ياخدوا يومين ونص هنقول يومين ونص مش هنقول هبياخدوا سابت وحد وجمعة نص يوم احنا الفكرة حلوة ليه بقى لانهما لما عملوا الدراسات لقوا ان بسبب انهما بياخدوا يومين ونص او الاماكن اللي بتاخد اجازة يومين ونص فيه حاجات كتيرة جدا انتغيرت فيه المناخ بتاع العمل يعني مثلا نسبة الاجازات المرضية قلت الانتاجية زادت ده معناه ان الناس حست انه طرح ما انا ارتحت ليه لأ ما اشتغلش الاربع تيام دول بما يرضي الله واشتغل جامد وحقق انجاز فواضح ان المعادلة نجحت هناك هلو احنا طبقنا المعادلة دي هتنجح عندنا في مصر للأسف زي ما سوير بتقول لأ مش هتنجح عندنا الدراسة اللي اتعملت دي اتعملت ست شهور قالت ان 71% كانوا بيعانوا قبل الاجازة من ارهاق العمل وان 39% اخدوا اجازة يوم واحد فخففت التوتر عندهم وان الاجازات المردازة المفيدة قلت بنسبة 65% وقل عدد الموظفين اللي عايزين يسيبوا الشغل بنسبة 57% وده بيؤكد ان اللي بيشجعوا زي مفيدة كده على الاجازة وان احنا نشتغل اربعة ايام فقط هو في سؤال استبقى ايه رأيكم انا اكيد اكيد متأكدة ردك هيبقى ورأي لو طبقوا لو 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 قناة النهار طبقت هذا القرار واخدنا تلات اعطي اربعة ايام اجازة هتعمل فيه مويس هو وانا بشتغل فيه مفنا مش فرق الاجازة يعاني فيه دلوقتي يعاني انا مش عارف انت كنت بتعمل ايه في الكورونا بس انت كنت مستمتعة بوقتك في الكورونا اعادة في البيت متميش حاجة هل الاجازة بالنزمين انت قاعدة في البيت اه مبتميش حاجة دي لأ يعني مبتميش كورونا ما كانش فيه حاجة اه كنا مشتغل تخيالي أربعة أيام من غير ما يبقى فيه أي حاجة ولا تعدي برنامج أنا هعدهولك هنخلي بك هعدهولك 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 أربعة أيام وربنا أستر ما كيفش معاملش بلاوي وأربعة أيام يدي تواملك أجازة أربعة أيام من الصبح البلاي ما تتعليش حكا خالص هتعمل إيه يا سوير لأداي جدا وعملي جدا وعمل مش مبسطة خالص يعني رغم أن أنا عندي كتب كتير عايزة أعود أقراها يعني عايزة أبقى عندي وقت أقراها باقي جدا جدا مقدر هو يوم واحد تمام ويوم واحد ما ببقاش أجازة اللي هو يوم واحد ما تخرجيش يعني بيش مضطرة أن أنت تخرج بصي أنا ممكن أوت في البيت ما أخرجش ولا يوم كويس بس بابا بشتغل في الاربعة وعشرين ساعة اتناشر ساعة على الأل لكن أنت ما بتخرجيش لا أنا لو قلتلك أنا ما بازهقش يعني لو قلتلك ما فيه شغل مستحيل أموت على طول لازم يبقى فيه عشرين أربعة يام تمودي أه ده أنا لو شغر أقسم بالله وماليكو علي حلفان أنا لو شهر أصحى كل يوم ما دعنيش حاجة خالص أنتوخ عارف إنت عارف إنت لو بشخص الأنتوخ أنا هتشخص الأنتوخ أصحى الصبح براحتي أنزل أعود مع أمي ستة مفيدة أضحك شوية أتفرج على مسلسل واسرح معاها وأتفرج معاها وبعدين إيه أشوف أكل إيه وأكل ونقنق وبعدين أخذ معادي وتمشى تتعرفي بقى أن الأجازات مشكلة كبيرة جدا في قصة الأكل لأن اليوم اللي أنا بعوده في البيت اللي هو أنت بترويه كل الحاجات الغلطة اللي أنت بتكافحي فيها طول الأسبوع لو أنت بيعايز تأكل على طول لا أنا أقدر يعني أنا يعني أنا مشكلة مش مشكلة اللي أنا ممكن أخرف في الأكل أنا ببقى سعيدة وأنا بفكر أنا بكرة موريش حاجة ده أنا هصهر في السرير مش بأصهر برا في السرير طول النهارة تفرج علي حاجة الحاجات اللي أنا لازم أقفلها كل يوم وكل أسبوع لأن أنا لازم أخش أنام عشان أنا لازم أسحى الصبح عشان أنا عندي أذاكر الحلقة عشان أنا هتصل على الهواء عشان أنا باخد ساعة ونص في الطريق رايح جاي يبقى ساعة ونص وساعة ونص يبقى ثلاث ساعات ويبقى ما عنديش الكلام ده لأ طبعا أنا مستعدة ده عاود شهرين زمدت المدة طب أقولك على حاجة أسعد أيام حياتي يعني أنا عارفة أنه ما كانتش ظريفة بس الكورونا لما كنا مناخدت الوقت ده وكنا نشتغل أنا عملت خواية جديدة اشتغلت الديكيوباج وجبت ألوان وقعدت أشتغل وأتفرد طيبة هو يعني أنت عادة تعملي حياتي بلعب أنا عايزة ألعب أنا مفتقدة الإحساس أنت شخصية لعبية 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 مش وراكي شغل ومعارض و أنت تفهمين أصليح مسؤولية أنا نفس أبقى زيك إحنا عايزين نتبادل نتبادل هي تبقى جد وبتشتغل وأنا بقى لعبية كده ده أنا عايزة أقول لكم بس إحنا هنطلعين في واصل بس أقول لكم القصة دي بسرعة أنا طلقت منها حاجة يوم الخميس طب أنا رديت عليك خميس يعني كنت ما رديتش والله العظيمي حتى لا لا ده كان المفروض حاجة لشغل لا 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 أنا رديت عليك بعدتلك اسم الست أنا بعدتلك اسم الست أنا بعدتلك اسم الست أنا أيوة حاضر أنا قلتلك طلبت منك طلب شكرا ولكن لدت